السلام عليكم معكم علي أهلاً وسهلاً بكم درساً جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء ليصلك كل يوم فيديو جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أحد الدروس المهمة في اللغة الإنجليزية verb to be فعل الكون be تحدثنا في الفيديو سابقة كثيرة عن am is are وأيضاً was where أيضاً been لكن في هذا الدرس نخصصه فقط عن be متى أستخدم be في اللغة الإنجليزية كما قلنا ليس am is are وليس was where وليس been فقط be متى أستخدمها باللغة الإنجليزية تابع معاين هذا الفيديو لدينا الكثير من المعلومات المهمة بخصوص استخدام be لأن الكثير يقع في مطب وعدم دراية باستخدام be أو يختلط عليه الأمر عند استخدام be إذن فعل الكون be طبعاً يشتق من be كما قلنا am is are طبعاً بال present simple بالمضارع البسيط الماضي منهم was الماضي منهم was و where been بالتصريف الثالث لكن الفيديو هذا فقط عن استخدام be اللحظ هذا الجمل التي تستخدم فيها be she may be happy today هي يمكن أن تكون سعيدة اليوم أو الليلة اللحظ استخدمنا be و جاء بعدها may يعني عندما استخدم may بعد فعل كون نستخدم be يلا أصلاً نقول she may is هذا خطأ ممكن شخص يقول معه she نستخدم as وهذا خطأ إذن بعد may نستخدم be she may be هي يمكن أن تكون سعيدة الليلة إذن بعد may نستخدم be she may be happy today إذن نحفظ أول قاعدة بعد may نستخدم be اللحظة الجملة الثانية it can be cold here in winter إنها يقصد بها the weather الطقس يمكن أن يكون إذن بارد هنا في الشتاء إذن نحفظ بعد can أيضاً نستخدم be ممكن شخص يقول it نستخدم بعدها is صحيح لكن عندما نستخدم can باشرة استخدم be مصدر أفعال الكون it can be it could be hot يعني يمكن أن تكون حارة أيضاً بعد could أيضاً نستخدم be لا أصلاً نقول it could is إذن it could be إذن صعدنا may بعدها be أيضاً can استخدم be could أيضاً استخدم be this might be the most difficult question هذا يمكن أن يكون السؤال الأكثر صعوبة إذن بعد might أيضاً استخدم be لا أصلاً أقول this is this might be إذن بعد might أيضاً استخدم be he should be patient إذن هو يجب أن يكون صبور لاحظ should نترجمها بمعنى يجب إذن يجب إذا تقدم نصيحة للشخص ما إذن نستخدم should بمعنى يجب أيضاً بعد should نستخدم فعل الكون be بحالة المصدر he should be patient إذن نحفظ بعد should أيضاً استخدم be ممكن شخص يقول he نستخدم بعده is صحيح يقول he is صحيح لكن مجرد ما استخدم should بعدها is استخدم بدل عنها be مصدر فعل الكون يعني تصبح should be هو يجب أن يكون صبور ممكن شخص يقول أنت تقول أن يجب أن نقول should to be لكن بعد should لا نستخدم to بشرة نستخدم be he should be patient he must be at home هو أيضا must بمعنى يجب يجب أن يكون في المنزل إذن نحفظ أيضا بعد must أيضا نستخدم be ممكن شخص كما قلنا يقول he is صحيح لكن مجرد ما دخلنا must على الجملة استخدم بمصدر فعال الكون he must be at home يجب أن يكون في المنزل أيضا you have to be happy يعني يجب أن تكون سعيد نحن نعرف have معنى يملك مجرد ما يجب to بعد have نترجم have to سوية نترجمها بمعنى يجب أو ينبغي يعني you have to be يعني يجب أن تكون سعيد إذن بعد have to نستخدم be يعني دائما بعد to أيضا نستخدم be فعال الكون be شخص يقول you أستخدم بعدها are صحيح لكن دخلنا have to عند إذن لا أستخدم are أستخدم be هو مصدر فعال الكون you have to be happy don't be sad يعني لا تكن don't نترجمها لا be يكون sad حزين don't be sad يعني لا تكن حزين إذن لا أستخدم أقول be not sad إذن هذا خطأ أو أقول is not sad إذن يجب نستخدم don't don't بعد يأتي مصدر فعال الكون مصدر فعال الكون هو be لماذا سمينا فعال كون من الفعل يكون يعني هو يكون هي تكون أنت تكون إذن دائما نسمع فعال كون من الفعل يكون إذن be ترجمتها يكون أيضا أم إزار يكون was where بالماضي كان وهنا التصرر الثالث بمعنى كائن he used to be lazy used to بمعنى عتادة أو تعود إذن عنده عادة معينة خلاص تعود عليها نستخدم used to he used to be lazy إعتادة أن يكون كسول لاحظ أيضا بعد to نترجم to بمعنى أن مثل عدنا يجب أن يكون أيضا إعتادة أن يكون أيضا بعد to نستخدم ب بمعنى بمعنى استعمل يعني استعمل أن يكون إذن مباشرة من أن نشوف used to الترجمة بمعنى اعتادة على أن يكون كسول إذن بعد to أيضا نستخدم ب هو مصدر فعال الكون he wants to be a pilot يريد أن يكون أو يصبح طيار أيضا كما قلنا want بمعنى يريد فعل عادي جاء بعد to سميت المصدرية إذن بعد to يأتي الفعل be بصيغة المصدر ممكن نقول wants to be a pilot أو نقول wants to become يريد أن يصبح pilot إذن طيار إذن بعد me نستخدم be can be could be might be should be must be have to be don't be used to be أيضا عندنا أي فعل ممكن يكون إذن to be أيضا نستخدم فعل con be هذا الفعال نسميها الفعال الناقصة model إذن model بمعنى الافعال الناقصة كيف يعني لا تأتي لوحدها بالجملة مثلا نقول he مثلا must بدون be لا يمكن أن يقول he must at home هو يجب في المنزل ماذا يجب إذن يكون لا يمكن يقول should يجب أن بعدها فعل he should patient هو يجب صبور إذن هذا خطأ بعدها فعل إذن هاي نسميها الفعال الناقصة أيضا you have to happy بدون be مثلا نقول أنت يجب سعيد إذن هذا خطأ إذن هاي نسميها أفعال ناقصة إذن لا سع نقول it can call يعني إنها يمكن باردة إذن هذا خطأ إذن جميع هذا الفعال الناقصة إذن بعد الفعال الناقصة سمع الفعل الناقص لماذا لأنه يجب أن يأتي بعده فعل يعني لا يصبح أن يكون بمفرده في الجملة الإنجليزية بعد الفعال الناقصة هذه باشرة نستخدم B وكثيرا تمر معنا في اللغة الإنجليزية ككتابة أو حديثا إذن B نستخدمها بعد هذه الأفعال إذن maybe إذن يمكن أن يكون can be أيضا يمكن أن يكون أو يستطيع أن يكون could be أيضا يمكن أن يكون أو يستطيع أن يكون أو ربما يكون might be أيضا يمكن أن يكون should be بمعنى يجب يجب أن يكون must be أيضا بمعنى يجب أن يكون اللحظة نضع أن لكن to ما موجودة لماذا نستطيع أن أقول may to be can to be could to be might to be should to be إذن to نحذفها دائما إذن بعد الفعال الناقصة لا نستخدم be أيضا have to be بمعنى يجب أن يكون don't be بمعنى لا يكون used to be اعتادا أن يكون want to be يريد يريد يكون أو يريد أن يصبح مع جميع هذه الفعال استخدمنا be maybe can be could be might be should be must be have to be don't be used to be want to be إذن بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام الفعل b في اللغة الإنجليزية من المهم عليك أن تحفظ هذه الأفعال الناقصة وتدرب على كتابتها وترجمتها واستخدامها في اللغة الإنجليزية بعدها مباشرة تحفظ يأتي b يعني لا نستخدم am ولا نستخدم is ولا نستخدم r مباشرة نستخدم بعدها b و ممكن أن تحفظ هذه الجمل وتتدرب عليها في اللغة الإنجليزية زيد من رصيد كلماتك في اللغة الإنجليزية وأيضا تعرف كيف تستخدم b في اللغة الإنجليزية بشكل صحيح أتمنى أن أقدمت شليل الفائدة إذا عجبكم في فيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع عليك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو لتعمل فائدة بين الأصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته